السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة أبدا واستمتع كريات اسفان النهاردة فيديو جديد بنتكلم في حوالين كيفية إنشاء حساب يوتيوب أو قناة يوتيوب جديدة بنفس حساب الجوجل بتاعنا أو حساب الجيميل بتاعنا وإن شاء الله تستفيدوا من شرح النهاردة وبالناس اللي بتسمعنا ولسه مشتركتش ياريت يشرفونا بالاشتراك للاستفادة من كل الشرحات الجديدة على قناتكم قناة الإبداع والتميز قناة أبداع واستمتع عشان نبدأ ننشئ قناة جديدة لازم نخش بحساب الجوجل بتاعنا زي ما انتوا شايفين نخش على الجوجل تمام وبنروح لليوتيوب هنا بقى في جزئية مهمة جدا هتلاحظ ان فيه فوق حساب اليوتيوب وهنا هو تلفوق خالص حساب الجيميل ده حساب الجوجل اللي فوق واللي تحت في الهومبيج بتاعنا حساب اليوتيوب تمام؟ عشان تفرق ما بين الاتنين انت تبقتي على حساب اليوتيوب ده اللي هننشئ منه القناة الجديدة لما ندوس عليه هنشوف ايه اللي هيحصل لازم تبقى عارف اول فرق ما بين الاتنين هنا هوت اديه شايف هنلاقي هنا هوت الخيارات تمام وتلاحظ هنا هوت ان انت تتخش على اليوتيوب ستوديو وتقدر تخش على الحساب بتاع قناتك تمام؟ وتلاقي الايميل ادي مكتوب فوق باللي انت دخلت عليه خش على اليوتيوب هنه هوت هتلاقي في حاجة اسمها سويتش اكاونت وهدي حساب الجيميل فوق وتحتي القنوات المربوطة به وهدي تحت اوه حساب برضو جيميل وهدي القنوات المربوطة به تمام؟ طعب هنكمل بقى احنا هوت ازاي اخش على القناة بتاعتي او الحساب بتاعتي واعمل منه قناة جديدة اهو نختار مثلا القناة اللي انا عايز اخش منها على اليوتيوب تمام ادي مثلا القناة الرئيسية بتاعتي اخش هنا هوت اهو فتح لك هنا الهوم بيج خلي بالك هنا الهوم بيج بتاع اليوتيوب لسه ما دخلناش على اليوتيوب استوديو خش على اليوتيوب استوديو اهو زي ما انت شايف جيميل بتاعك لازم تتاكد ان انت واقف على الجيميل بتاع القناة تمام؟ اللي هننشئ منه قناة جديدة خش على اليوتيوب استوديو اهو. بعدين ننزل تحت خالص على حاجة اسمها الاعدادات. ونخش على الاعدادات. اهو. من جوه الاعدادات هتلاقي على اليسار تاني خيار اسمه القناة بتاعتنا. جوه القناة بتاعتنا هنروح على الادفانسد سيتنجز. جوه الادفانسد سيتنجز هنلاقي مانج يور يوتيوب اكاونت او حساب اليوتيوب بتاعك. هنخش على ادارة الحساب بتاع اليوتيوب. وجوه ادارة الحساب هنخش على اد ار مانج تشانل. اهي. تاني خيار هنه هوت بيوريك او ان انت واقف على الحساب بتاع القناة بتاعتك. هنه هوت بيقول لك لما انت عايز تشوف خصائص القناة بتاعتك. وهنا تاني حساب او تاني خيار اللي هي ادارة القنوات او اضافة قنوات جديدة. هندوس هوت على الخيار دوت. وزي ما انت شايف نوع اليسار. هنا هوت بتقدر تعمل قناة جديدة بنفس حساب الجيميل. لو قدر اضيف كمان واحدة تالتة. هتدوس عليها وتخش. هتلاقي براند اكاونت نيم. اهو حساب جديد لقناة اليوتيوب بتاعك. هتديها اسمي مثلا. قناة جديدة. هتسميها قناة جديدة ونقوله كريات. بيتم دلوقتي انشاء قناة جديدة من نفس حساب الجيميل بتاعك. خلاص. انشاء القناة زي ما انت شايف. ادي الهوم بيج بتاعة اليوتيوب بتاعك. تمام? ادي قناة جديدة زي ما انت ملاحظة هوت. تقدر تخش على اليوتيوب ستوديو بتاعها. اهو بيديك معلومات بيقول لك مرحوم بك. عارف ان انت دائق قناة جديدة بيقول لك المعلومات. وتعرف اكسر على الستوديو. وبعدين لو عايز مزيد من المعلومات. وهدين هو نقدر نعمل ابلود فيديوز لو انت عايز ترفع فيديوهات على القناة الجديدة. ده كانت كيفية انشاء قناة جديدة. طيب عشان ارجع للقناة القديمة اعمل ايه? لازم اخش من نفس الجيميل وهو اخش اكاونت. اول ما نعمل اكاونت اهو يظهر لك الجيميل بتاعك اللي فوق. ودلوقتي اهو في تلات قنوات مربوطين بحساب الجيميل بتاعك. اهو اقدر مسلا ارجع للقناة القديمة بتاعتي. ان انا بجرد بس ما دوس عليها. يفتح لي القناة الجديدة. بعدين هروح على القناة القديمة بتاعتي زي ما انت شايف. واقدر من هنا اعمل سويتش تبديل ما بين القنوات المختلفة بعضها وبعض. اهو زي ما انت شايف اقدر اخش على القناة القديمة بتاعتي. اهي قناتكم ابدأ واستمتع. بعدين اعمل سويتش ونروح للقناة الجديدة لسه منشئنها. اهو دخلنا القناة الجديدة. طيب ازاي بقى امسح القناة لو عندك قناة عايز تنسحها تخش على الاعدادات. خش على والاعدادات المتقدمة ونزل تحت تمام ونختار مانج يوتيوب اكاونت. اللي هي ادارة حساب اليوتيوب بتاعك. اهو. ادي القناة بتاعيتنا لسه عاملينها دلوقتي. هللاقي حاجة اسمها ادي القناة اهيت. اقدر اعمل حاجة اسمها delete اكاونت. مجرد ما دست هنا delete اكاونت. يمسح لي القناة بتاعتي. اللي لسه انشئنا. طبعا عشان عملية المسحة دي عاملية مهمة جدا. فلازم يطلب يوزر نيم وباسورد بتاعك. يعني طبعا عارفت مدى اهمية الخطوة دي. فبندخل الباسورد بتاعك. عشان يأكد المعاملة. اهو. يدخل لك الوضع الخيارات. تمام? وبيقول لك ان اه خلي بالك ان اي حاجة موجودة على القناة. اي فيديوهات رفعتها سيتم مسحها. انا هو بيقول لك اكرار اهو. ان انت مسؤول عن اي اه اموال مثلا تكون اه بربوطة بالقناة اعلانات مثلا او كده. بتأكد ان انت اوكي موافق وبعدين تعمل ديليت. ده كان طريقة عمل قناة جديدة تحت حساب الجيميل بتاعك. بكل سهولة ويسر. ارجو ان تكونوا استفدتم بشرح النهاردة. ويا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة.